السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مغفر الأمي ورحمة برحمتك ورحمة الرحمين وسائر المسلمين كل نفس ذائقة الموت الطالح والصالح المؤمن والكافر مفيش حد مخلت القصة مكاريونان توفي يوم أمس 11 يناير متأثرا بفيروس كورونا وسبقته زوجته بالوفاة من 4 أيام تقريبا لنفس السبب وطبعا زي ما احنا ما عارفين ان لو كان اللي توفي مجرد اسيس عادي او شخص من عوامل المسلمين كنا ممكن نقدم التعزية والموضوع انتهى وشهور وسط الكنيسة المصرية بانه بيعمل بقى معجزات شفاء وبيشفى الأعمى والأبرس وبيخرج شياطين وما الى ذلك وكان بيؤمن أكيد بإيمان الكنيسة الأرثوذكسية وفق الظاهر اللي هما بيؤمنوا بالأسرار الكناسية السبعة ومنهم سر اسمه مسحة المرضى والسر ده بينال بيه شخص المسيحي الشفاء من الأمراض النفسية والجسدية لأن الكاهن بيمسحه بزيت مقدس وما الى ذلك كل ده لم يؤخر عن مكار يونان الموت ولا هو قدر يشفي نفسه بالمعجزات المزعومة ولا حتى الكنيسة قدرت تشفيه بإيمانها بسر المسحة المرضى لأن كل شيء في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى وأي زعم باطل بيطل فورا وبمجرد وفاة مكار يونان شفنا بعض المحسوبين على الإسلام بيستغفروله وبيترحموا عليه ومنهم كالمعتاد إنها بالأسبق محمد أبو حامد كان بيقول الناس أول الله له الرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته ومش عارف أي جنات وأي رحمة وأي مغفرة رغم من الكلام ده أصلا لا يجوز شرعا بنص القرآن والسنة وكمان بالعقل لكن ما علينا من هذا الكلام لكن إحنا لازم نوضح إن فيه ناس بتنخدع وما تعرفش مين مكار يونان ممكن يظنوا بأنه شخصية ومش عارف مين وكده ده إحنا عندنا واحد مسلم هو نائب سابق بيترحم عليه باقتصار يا جماعة القصة مكار يونان اشتهر أيضا بالإساءة للإسلام وآخرهم من أسابيع قليلة يوم الثين ديسمبر اللي فات كتب على صفحته قالوا الولد له نصيب اتنين والبنت شيلوها الطين هتودوا وشكم من ربنا فيه حكم أولا لك الناس يقولوا بجد أعتقد الله أعلم من القصة مكار يونان دلوقتي عرف الإجابة ومش عارف هو لا هيود وشه من ربنا فيه رغم إن كتاب القصة مكار يونان وكتاب المسيحيين عموما لما المسيح كان واحد سأل عن الميراث وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لي أخي أن يقاسلني الميراث فقال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسمة يعني ما جاوبش أساسا على موضوع الميراث واستنكر لهم وميني اللي أقامني عليكم أصلا قاضيا أو مقسمة وبدأ بايد دلهم وعظوا عن الاهتمام بالداخل وليس بالخير في العهد الأديم بتاع مكار يونان و بتاع المسيحيين عموما في سفر العادل بيتكلم عن بنات صلفحاد ودي كانوا بنات أبوهم مات في البرية وما كانش عندهم إخوة ذكور وبالتالي أعمام هم هم اللي كانوا هيخذوا كل الميراث لأن أبوهم ما كانش عنده ذكر فراح اشتاكل الرسول موسى فقدم موسى دعوهن أمام الرب فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلم بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن إيه؟ وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته يعني المرأة لا ترث في كتاب مكار يونان إلا في حالة عدم وجود ذكور عندك 20-30 بنته وفي ذكر واحد الولد هو اللي يقوش زي الكوتشينا مش بس كده ده في كتاب مكار يونان اللي كان بيصخر من الإسلام الكتاب بتاعه كان بيوصي بأن المرأة ذات نفسها يتم تورثها هتلاقي كلام ده في صفرة تثنية لصحاح 25 بيقولك إن إذا سكن إخوة أمعا ومات واحد منهم وليس له ابن فلتصر إمرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي الله يعني لو اتنين إخوة واحد منهم مات مرات الشخص اللي مات ده ما تروحش الرجل غريب أخه زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج يعني أخه جزها اللي مات حيدخل على هذه المرأة طب والمولود اللي هتولده يقولك والبكر الذي يتلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يوم حسمه من إسرائيل يعني حتى المولود اللي هيتولد حيكتب باسم أخوه اللي هو مات طب يفرض الرجل ده مرضاش ياخد هذه المرأة ولا يقوم معها بواجب أخي الزوج والكلام ده المهم بيقولك إيه بقى أن المرأة حتتتقدم أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبسك في وجهي وتصرخ وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه فيوضع اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل طب بفرض المرأة نفسها اللي رفضت لا أملهاش أصلا أنها ترفض عشان كده حتى ما نزلهاش أي تشريع ما علينا وطبعا دي تعليم إله مكاريونان اللي كان بيصخر من الإسلام ولو واحد قال ما عليش يا محمود مصر الكلام ده موجود في العهد القديم فنقوله على الأقل إلهك المسيح إله المحبة هو إله العهد القديم ودي كانت أوامره وتعليمه فهل وقتها لو كان مكاريونان عايش كان حيقول البنات شايلوها الطين وكان حيصخر من تعليم إلهه اللي كان بيقول إن المرأة نفسها تورث ولا ترت إلا في حالة عدم وجود ذكور هل مكاريونان كان يصخر من إلهه في الوقت ده ويقول إن البنات شايلوها الطين نغلبنا من الرد على هذه الافتراءات اللي ملهاش اصلا اي اساس من الصحة لان المرأة في بعض الاحوال بتارث مثل الرجل وفي حالات بتارث فيها المرأة اكثر من الرجل وفي حالات بتارث فيها اصلا المرأة ولا يارث فيها الرجل لغير من الحالات اللي بيرث فيها الرجل ولا تارث فيها المرأة لتتعدى اصابع اليد الواحدة وبيكون فيه واجبات على الرجل بقدر ما بيكون فيه حقوق عليه وفي النهاية ده تشريع ربنا سبحانه وتعالى وموثوق إن بوحي إن الله سبحانه وتعالى وعندنا الدليل على ذلك فما منا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا فلما يجي مكاري يونان وأمثاله يسخروا من تشريع الإسلام يبقانوا لهم طب ما تشوفوا كتابكم الأول قبل ما تتكلموا عن الإسلام ودي طبعا ما كانتش الإساءة الوحيدة لمكاري يونان للإسلام مكاري يونان طلع من كام سنة بيتكلم عن الإسلام والمسلمين بشكل ينم بجهل شديد بالدين وبالتاريخ وقال إن الإسلام انتشر بالصفة وأنا مش عارف مين محاجات كده وكمان المسيحيين أصل مصر وده إنسان على الملأ زي ما سمعت إمارح بيكفر اللقباط اللي هم أصل مصر وأصل البلد إن كان الإسلام ضغط علينا وعددنا أل لازم كل واحد يعرف إن مصر مسيحية وعرف إن جدك وأبو جدك مسيحي وعرف يا حبيبي إنك أنت بالصيف والرمح بقيت كده واللي ساب المسيح مننا برضو بالصيف والرمح طبعا دي إساءة واضحة للإسلام وللأسف الناس اللي حواليه بتسقف وتزغرت وتهيص وخلاص وراضيين بالكلام اللي بيقوله ولما واحد زي داي يموت ونقول الحمد لله رب العالمين ربنا ريح العباد والبلاد منه ومن الفتنة اللي كان بيعمله يرجع واحد يقولك أنت بتشمت يا عم أنا مليش دخل بالشمتة في الموت ده شخص بيسيق لديني عايزني لما يموت الله يرحمك اللي كنت بتشتم ديني الله يرحمك اللي كنت بتسخر من ديني ما نخلى عندنا شوية عقل شوية وللرد سريا على الكلام اللي قاله ده اللي كان بيانم عن جاهل بالدين والتاريخ بداية ما كاريونان كان بيقول طبعا هو قال كده على أساس أن كلمة قبطي تعني مسيحي وده أصلا غير صحيح بالمرة أدي عم القاموس المصطرحات المسيحية بيقول أن في عدة آراء للوصول إلى أصل كلمة قبطي فبيقول الرأي الأول أنها ترجع إلى واحد من أحفاد نوح يعني ملاش علاقة بالمسيحية والرأي الثاني نسبة إلى بلد اسمها قفط ودي تتبع قنى كانت مركز للتجارة قديما وبرضو ملوش علاقة بالمسيحية والرأي الثالث اللي بيقول عليه الرأي العلمي سمى في العصر اليوناني منفيس وكانت بتعبد الإله بتاح فسميت مصر كلها إيجبتاح ولما جاء اليونانيين سموها إيجبتوس واحتصرتها البلاد الأوروبية إلى إيجبت والعرب حذفوا منها إيء وتبقى جبت فأصبحت قبط إذن كلمة الأقباط أصلها من قبل المسيحية وكلمة قبط تقال على سكان مصر قبل المسيحية بقرون عديدة فما لهاش علاقة بالديانة ولكن لها علاقة بسكان مصر بغض النظر عندهم وإلا ما كانش حيبقى أصل كلمة قبط يرجع إلى ما قبل المسيحية قد عندك كمان كتاب الأقباط الوطنية وتسامح ديني القموس بودرس البراموسي بعد ما قعد طبعا يأصل لمعنى كلمة قبط يحاول برضو يلسقها بالمسيحين لكنه وصل للنتيجة في الآخر وقال وبناءا عليه صارت كلمة قبط من الناحية الاشتقاقية تعني مصر والمصريين يعني ما لهاش علاقة بالدين ولكن ليها علاقة بسكان مصر بغض النظر عندهم والغريب أنه بعد ما قال كده برضو بدأ يرقع في الكلام وقال واستمر استخدام هذا الاسم على أنه الاسم الخاص لسكان هذا البلد الأصليين أي المسيحيين المصريين يعني الجاي برضو بيقولك أن كلمة قبط موجودها قبل المسيحية لكن قالك دي خاصة بالسكان الأصليين اللي هم عافية كده واقتدار هم برضو المسيحيين العجيب أن بعد كلامه أن المسيحيين برضو هم أصل مصر بص بيقولك إيه وإذن لابد من إيجاز خبر دخول المسيحية إلى مصر عجبت لك والله العظيم طب الدين حقلك إزاي وبيقول أن سكان البلد الأصليين هم المسيحيين وبيقولوا أنه حيتكلم بعدها عن دخول المسيحية لمصر فمعنى كده أن مصر لم تكن مسيحية أصلا بدليل أنه هو هيتكلم عن دخول المسيحية لمصر يعني مصر كان فيها كائنات حية بشر عيشين من قبل دخول المسيحية فكيف بتقولوا أن المسيحيين هم أصل مصر وده ينقلنا للجزء التين في كلام مكاريونان لما قال بيكفر اللقباط اللي هم أصل مصر وأصل البلد حلوة قوي أدي مكاريونان بيقول أن الأقباط أصل مصر وفهمها على أساس أن المسيحيين هم أصل مصر طب أنا عايز أسأل المسيحيين العقلاء سؤال من الذي أدخل المسيحية إلى مصر؟ هقول لك القديس مرقص الرسول إذن مصر لم تكن مسيحية بدليل أن مرقص الرسول أدخل المسيحية إلى مصر مش محتاجة فتاكة واللهي ده غير أن مرقص الرسول ده لم يكن مصريا من الأساس ولكنه كان ليبي اقرأ في كتاب قموس أبا الكنيسة القديسية القموس أدرس عقوب ملطي بيقول تحت عنوان القديس مرقص الرسول بيقول أن القديس مرقص تولد في القيروان إحدى المدن الخمس الغربية بليبيا من أبوين يهوديين طيب هل هو مثلا تولد في ليبيا وأول ما تولدك جيه وعاش في مصر بقى وبقى مصري وكده لا أبدا بيقولك أنه عاش مع المسيح يعني في فلسطين القديمة وكان من ضمن السبعين رسول للمسيح والكنيسة لقبته بناظر الإله طب بدأ كرازته اللي هي دعوته بدأها فين بيقولك بدأ الرسول خدمته مع معلمنا بطرس الرسول في أرشاليم واليهودية وبعدها انتقل إلى انطاقيا وقبرص ثم في أسيا الصغرى وبعدها رجع لأرشاليم بسبب مرضه وبعدها رجع يضعف أبرص مرة تانية وبعد دا كله راح مصر وأسس كنيسة في الأسكندرية سنة ستين أو واحد وستين ميلاديا تقريبا وبعدها دخل شخص اسمه إينانيوس الإيمان المسيحي كأول مصري بالإسكندرية يعتنق المسيحية يعني مصر لم تكن مسيحية من الأساس سكان مصر لم يكونوا مسيحيين ومرؤس له من ليبيا الشقيقة هو اللي أدخل المسيحية لمصر يبقى على أي أساس بتتبجحوا بتقولوا ان المسيحيين هم أصل مصر ما كان يونانو والمسيحيين والله بيحاسونا كده بقي تصور خاطئ تماما انه يحاسونا ان مصر دي كانت صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء وإذ هوب السمى بدأت تمطر مسيحيين على الأرض أو ان كان فيه أرض صحراء جرداء لا فيها زرع ولا ماء وكان فيها كده شوية زرع صغنانين فالزرع ده طرح مسيحيين فأجدعان نقول كلام عاقل شوية ولو انت عايز تنسب مصر للمسيحية لأن المسيحية تسبق الإسلام وبتقول بناء على ذلك فالمسيحيين أصل مصر حلو يجي لك واحد دلوقتي يبيعبد الإله حورس يقول لك معلش بقى مصر وثنية وأنا وثني والوثنية أصل مصر ومصر الوثنيين والمسيحيين ضيوف على مصر بدليل ان مرؤس جاء أدخل المسيحية لمصر فحتعمل إيه بقى وقتها؟ ده غير أن مصر كانت إمبراطورية رومانية وقت دخول المسيحية لمصر والإمبراطورية الرومانية دي كانت وثنية وأكيد كان فيه رومان عايشين في مصر فهل دلوقتي نقول أن مصر للرومانيين أو مصر للوثنيين لأنهم أصل مصر فيتضح يا جماعة لكل عاقل والله الموضوع مش محتاج يعني يعني مثلا تخيل أن انت عندك شقة وكانت ساكن فيها واحد بوذي هذا البوذي اعتنق المسيحية ثم اخترك المسيحية واعتنق الإسلام هل يحق للبوذيين يجي يقولوا يا جماعة الشقة دي من حقنا نحن البوذيين لأن الراجل اللي كان ساكن فيها ده كان بوذي فيه أول وبادئ الأمر لأ ده غير أن في بادئ الأمر السكان بتوع مصر ما كانوش مسيحيين أساسا فيارب بلاش نكرر كلام مستهلك مالوش أي قيمة نرجع تاني لإساءة مكاريونان للإسلام لما قال إن كان الإسلام ضغط علينا وعددنا قال لازم كل واحد يعرف أن مصر مسيحية وأعرف أن جدك وأبو جدك مسيحي وأعرف يا حبيبي أنك أنت بالسيف والرمح بقيت كده واللي ساب المسيح مننا برضو بالسيف والرمح وقال لك الإسلام ضغط علينا بالسيف والرمح وعددنا قال وبقى المسلمين أكتر مننا في العدد آه يا ولدا يا ولدا طبعا أنا مش أخوض في أمور تاريخية لأن الحالة أصلا ليست للرد لكن والله يا جماعة الكلام ده مش محتاج إلا رد حتى بسيط يعني لما نقول من الذي نشر الإسلام في إندونيسيا وهي اللي فيها أكبر عدد من المسلمين حاليا ولا حد لكن أخلاق التجار المسلمين كانوا السبب لدخولهم الإسلام طب في أوروبا وآسيا والأمريكتين حاليا هل بيتم برضو الضغط على النصارى والملاحدة هناك بقى بالسيف والرمح علشان يدخلوا الإسلام رغم أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في الغرب بالعكس المسلمين مستضعفين في شتى بقاع الأرض ومع ذلك الإسلام بينتشف يبقى الواقع اللي احنا شايفينه بعنينا بيكذب كلام مكاري يونان وأي حد بيردد الكلام ده بدون أي فهم ولو كان كلامه صحيح زي ما بيزعم وأن الإسلام ضغط عليهم بالسيف والرمح عشان يبقوا مسلمين تقدر تقول لي ليه أقدم كنائس موجودة في العالم موجودة في مصر ليه لم يتم هدمها لما كانوا بقى المسلمين دول حق الدين وجايين بيضغطوا عن المسيحين وبيقتلوا يدبحوا طب ليه ما هدموش الكنائس لو كان هدفهم إبادة المسيحين طب إيه اللي مناعهم أصلا عن إبادة المسيحي يعني ديني هقلك ليه يعني ما المسيحين بقى أنت وفق تصورك وكلامك ما خلاص كانوا أحلهم بخيعوا ويموتوا على طول طب ليه المسلمين ما قتلوا همش في الوقت ده طب ليه المسلمين ما هدموش الكنائس بتاعتهم في الوقت ده طب بلاش حاجب لك واقعة تاريخية برضو من الكتب والمراجع بتاعتك المسيحية تدل على أن مكرر هذا الكلام لا يفقه شيء في أي شيء تعرفوا البابا بن يمين بابا الكنيس رقم 38 تعالوا نشوف قصة البابا بن يمين اللي كان موجود في مصر وقت الفتح الإسلامي ده فاندم كان هربان في الصحراء لمدة 13 سنة تعرف من اللي خرجوا وردوا الكنائس بتاعته تعالوا نقرأ عنه كتاب تاريخ البطاريكة في الكنيسة القبطية بيقول أما عمرو بن العاص فإذ علم باختفاء البابا بن يمين أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه الموضع الذي فيه بن يمين بطريارك النصارى القبط قل بلك النصارى القبط يعني لهم النصارى المصريين يعني له العهد والأمان والسلام فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه فحضر الأنبى بن يمين بعد أن قضى 13 سنة هاربا وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكها فجدي عمرو بن العاص هو اللي خرج جدك بن يمين اللي كان مستخبي في الصحراء وأعطاله الأمان ورد له الكنائس ورد له الحكم على كنائس مصر فيجي واحد زي ما كان يونان أو من حذا حذا يقول لك احنا عصل مصر والمسلمين اضطهدونا والكلام اللي مالوش أي أساس من الصحة خد عندك برضو الوباشنودة بيشهد شهادة مهمة جدا في كتاب نظر الله مرقص صفحة 70 بيقول إيه تعرضت الكنيسة القبطية لإطهاد مريع من أصحاب الطبيعتين اللي هما الكاثوريك يعني استمرت 190 سنة حتى الفتح العربي يعني كان المسيحيين متهضين في مصر لغاية لما جي الإسلام حرروا من هذا الإطهاد بص كمان بيقول إيه واستولى الروم على كنائسنا لدرجة أن كثير من بابواتنا ما كانوا يجلسون مطلقا على كرسيهم في الإسكندرية وما كانت لهم في الإسكندرية كنيسة واحدة يوصلون فيها وبالتالي وقعت كنيسة مري مرقص كاملا في يد الروم وفيها جسد مرقص وظلت هكذا حتى عام 644 يعني كان أجددك المسيحيين بيقتلوا على إيد إخواتهم برضو المسيحيين الكاثوليك لغاية لما جيه الفتح الإسلامي وحررهم وردي لهم كنيسهم اللي كانت أصلا مش تحت سلطتهم وبالتأكيد الكلام عن فتح مصر يطول وممكن أخصص له حلقة بعد كده إن شاء الله ولكن أردت توثيق إساءة مكاريونان للإسلام وجهله بالتاريخ والأديان مع شوية كده ردود سريع أما بالنسبة للمعجزات المزعومة لمكاريونان وشغل الدجل وإخراج الشياطين فده معظمه وتمثيله وتمثيل كمان فاشل والأدلة على كده كتير جدا خد عندك مثلا هنا مكاريونان بيقولك إنه خرج جن من على الشيخ مسلم سلفي أبو شيخ جامع وكان بيصلي الفجر تماما رقعته بيقرأ في صورة المزدلي فهو رايح بقى بيعج في رمضان والكلام الخزعبال اللي إحنا بنسمعه وفي النهاية اتضح إن الشخص ده ولاه مسلم ولاه سلفي ولا يحزنون ده كان أسيس واسمه تداوز سمعان خد شوف عندك المسلسل الفاشل ده لا لما أقول باسم يسوع المسيح تخرص انت تماما اسمي يسوع المسيح تتكلم بهدوء اسمك ايه؟ يا النبو رأس مرأس جت له انت ده نعم شفتوا اللي بيحاول يروج لدينه ولو بالكذب أسيس وعمل نفسه شيخه والله ريون سقف وكيراه ريسون وهللويا والكلام ده طيب محمود انت بتكذب وبتوفق خد عندك شوف الأنباب شوي مش انا والله العظيم اما بشوي كان بيعلق على الفيديو ده وبيعترف انه تمثيل وشغل ده الجليل فيه ناس على فكرة حتى من البروتستانت ما يقبلوش الكلام ده حتى من البروتستانت بيعتبروا ان ده شغل ايه غيبيات ودروشة وكلام وبعدين واحد يقعد يسرخ ويقول الله حاضر في المكان ومش عارف ايه واللي محتاج حاجة يقول انا عندي تسجيل في الموبايل بتاعي فيلم بالصوت والصورة ومحدش يطلب مني حاجة برا هذا المكان لان الرب هو العامل ومش عارف ايه وشه قد تهوش كده وبعدين ايه على ايه راح متجه ناحية اليمين كده ناحية واحد قاعد بدقن ويروح داخل عليه ويقعد بقى ابو دقن ده يعمل وشه كده ومش عارف ايه وشه قد حركات وهو يشخط فيه وهو التاني يروح شخط فيه وعملش خطف بعض طب يعني انت بتقول اللي عايز حاجة يقول ده انت عارف ومناشن ومتفق ومقعد واحد وانت روحت له وبين وانت ماشي لغاية ما روحت عنه وبعدين ايه يقول احنا هنخرج الشيطان بين عليه مش مسيحي بس معربش جايبه منين ده المهم في الاخر ابتدى بقى ايه الشيطان اللي يتكلم قالوا انت اسمك ايه قال لي اسمي مرقص مرقص؟ قطع لسانك يا شيخ الكلام ده جوا كريثة مرقصية مرقص ده ايه بقى مان مرقص يرضى على المهزلة دي بس عشان اقول لكم ان لعب العفاريت والشياطين والخداع بيكشف نفسه بنفسه تعليل انبابشوي طبعا يغني عن تكرار كلامه في ان الموضوع تمثيل واتفاق وشغل دجالين مش اكتر الاقل ده غير ان فيه فيديو كمان للانبابشوي كان بيستغرب ان مكاري ونان تم رسمه اسيس في اسيوط ليه لان بيقولك مكاري ونان ده راجل خمسيني خمسيني مش عنده خمسين سنة يعني لأ خمسين دي طايفة من البروتسطنت مخالفة للتعليم اللي بتقدمها الكنيسة الارثوذوكسية خد شوف الانبابشوي بنفسك وفي يوم قتل زعلان جدا ورحت القدس البابا في المنطبع القديمة في مكتب يا سيدنا قال لي ايه مالك يا ابابشوي وقلت له خبر يونان مرنم قاعد منيسة مريمورقص بتاع الكمسة كارية بوتس اللي تعمت بالروح القدس الكاذب يعني تحت الجنبة جيت رسم أسيس في أسيوت من غير ما يرجعه القدسة ازاي تم سمينه مرنم إسرائيل الحر راجل خمسيني سأل بابا كده ما يرفض ورش مايا كده وقصدي قال لي بص يا ابابش دائما انا شوفك قدامي كده ناعد قدام الماك دائما انا شوفك قدامي كده صبر يونان دا اللي هو القصة مكاري مش هيكمل سنة في أسيوت وحيطلع من أسيوت وكانوا بيودوا أوتوبيسات معاه تاعد زكريا بطرس من طاعة مرموروس ويروحوا يعملوا نقضة هناك وزكريا بطرس يوعز وعملونه تعاية مفيش بعد جبه انتهى اليوم وتلع يافط المتران إلى مقرر مقرر الأقامة وأضر قرار القص مكاري وماني وغادر أسيوت ولا مكان له في القنائس ولا الخدمة ولا حل على الأصلاف ولم يكمل السنة كما قال لي قدس مكاري وماني وغادر أسيوت قادي الأنباب شوية كان بيشتكل البابا شنودة من انه ازاي يعيب مكاري ونان قص في أسيوت لانه رجل خمسيني بروتسانتي فالبابا شنودة قال له مكاري ونان مش هيكمل سنة ولا حيتم طرده من أسيوت وقد كان وطبعا قصة صراع مكاري ونان مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية مشهورة جدا لانه كان أصلا بروتسانتي لكنه بينافق وبيلبس ملابس أزيل كانوتي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية و الكنيسة المصرية الأرثوذكسية رغم كل هذه الصراعات ما بين الأنباب شوي وما بين مكاري ونان وما بين الانباب رفاقيل وما بين مكاري ونان إلا أن الكنيسة المصرية برضو بتمثل هي كمان يعني مبتاعه وبتصلي عليها وتقولك لا ده واحد من أباء الكنيسة في النهاية رحل مكاري ونان وبقي الإسلام و دي رسالة لكل شخص بيخصص و بيكرس حياته لمهاجمة والطعن في الإسلام العظيم حاول تستغل حياتك إنك تنجي نفسك من براثن الشرك قبل ما يبغتك الموت فجأة و ساعتها هتندم في وقت ما ينفعش فيه الندم خاص الحلقة و كالعادة لو مهتم بمحتوى القناة ممكن تشتري في القناة و تفعل زر الجرس علشان وصلك كل جديد و لو قدرت تدعم استمرارية القناة مادية من خلال لينك البيتريون حدلي تحت في وصف الفيديو و في أول تعليق السلام عليكم